أكدت هيئة ورعاية الصحية أن مجمع الإسماعيلية الطبي أحد المستشفيات التابعة للهيئة تمكن من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات وأشرت الهيئة إلى أن الطفل كان يعاني من تظاهر في مستوى الوعي وعدم القدرة على الاستعاب وعلى الفور تم إجراء الفحوصات الطبية والآشعات ومنظرة الحالة وتبين أن الطفل يعاني من انسداد لمجرس سائل النخاعي واستقصاء بالمخة وتم إجراء العملية له بنجاح تحت مظلة التأمين الصحي الشامل كان طفل عنده تسع سنوات كان جاي للطوارق طبعا جاي عنده قيء مستمر واضطراب في درجة الوعي المتكررة بقاله فترة طبعا هو يعني ذهب إلى أكثر مكان لإجراءه في مصد طبية وانحمد الله تم تشخيص طفل داخل طوارق المجمع الطبي الإسماعيلية عندنا فريق طوارق متمكن جدا تم تشخيص الحالة باستساقف المخ نتيجة التابات في المخ كانت موجودة قبل كده وعمل ضغط على في السائل النخاعي على الفور طبعا تم عمل أشعة مقطعية والرنين والعرض على جراحين مخ والعصاب في المستشفى وفي نفس اليوم تم تجهيز غرفة العمليات والطفل دخل لغرفة العمليات طبعا اللي قام بإجراء العمليات الدكتور حازم نجن ده استاذ واستشاري جراحة المخ والعصاب وفريق طبعا من استشاريين التخدير والتمريض طبعا الحمد لله العملية اجريت بشكل ناجح والطفل دلوقتي حالته اتحسنت ودرجة الوعي اتحسنت ويلقي اللي كان بيعاني من الطفل على فترات طويلة كل ده الحمد لله بفضل ده تحسن طبعا العملية دي بتتم تحت مظلة تأمين الصحي الشامل بتكون مجني تماما